ولأن فلسطين هي الدولة الوحيدة في العالم المحتلة فبالطبع كانت قمم عربية كثيرة تحاول طول الوقت أن تقدم شيئاً لفلسطين تجاه ما يحدث إذا كنتم تبعتوا هذا التقرير فستجدون بأن القمم العربية تنوعت واختلفت على مدار سنين وعقود تحاول أن تبحث عن حق فلسطين في دولة آمنة حتى هذه اللحظة فلسطين دولة محتلة وأيضاً احتلال غاشم وكوارث كثيرة في ضيافتي في التاسعة السفير عمر رمضان مساعد وزير الخارجية الأسبق لنتكلم أيضاً عن وضع فلسطين الأمن والاقتصاد وأيضاً هذه القمم والقمة اليوم ماذا قدمت إلى فلسطين ساعة السفير مساء الخير يا فندم منوارنا الحقيقة يمكن وإحنا بنتابع التقرير ولأن فلسطين هي الدولة الوحيدة في العالم الآن المحتلة فبالطبع كل القمم التي يعني عدد كبير من القمم كانت تقدم المساندة والدعم الكبير لفلسطين من كثرة الأحداث وما فعله الاحتلال على مدى عقود طويلة وطبعاً القمة النهاردة نعاخذت في ظرف مختلف تماماً بالنسبة للقضية الفلسطينية في ضوء العدوان الإسرائيلي الغاشم اللامعقول على غزة وفي ضوء الوضع العالمي والضمير العالمي الذي بدأ يستيقظ ليس بالضرورة على مستوى الحكومات وإنما على مستوى الشعوب وأيضاً بلغ بعض الحكومات فالقمة العربية اليوم رغم أنها قمة عادية ليست استثنائية ولكنها عقدت في ظروف استثنائية يعني توقيتها تصادف أنها يكون في ظروف استثنائية وأنا الحقيقة أحب أهني الإخوة في البحرين على نجاح القمة كانت قمة مختلفة عن القمم السابقة من حيث الترتيب من حيث التماسك العربي من حيث الحضور أيضاً أكتر من 14 رئيس دولة أو حكومة المناقشات كانت موضوعية ما شفناش أحداث كانت بتحصل في قمم سابقة كان هناك تماسك عربي وهو يندل على شيء يدل على أنه في الأزمات ربما العرب يمكنهم أن يتحدثوا بصوت واحد خلينا كده يعني نعرف موقف الدول العربية اليوم والكلمات الكثيرة من القضية الفلسطينية كيف وجدتها؟ طبعاً هو يمكن كلمة الرئيس أبو مازن ركزت بشكل خاص على الفرق بين اللي بيحصل في غزة والسلطة الفلسطينية في رمالة وحملت أيضاً حماس مسؤولية مغامرة 7 أكتوبر ده كان واضح جداً باقي كلمات العديد من الرؤساء الحقيقة ركزت أكتر على ضرورة أن يحصل توحيد للموقف الفلسطيني ما بين الضفة وغزة ويكون هناك حديث موحد في هذا الظرف طبعاً يمكن آليات ده قد تكون صعبة بعض الشيء في هذه الظروف ولكن هو نداء قديم ولكن تجدد اليوم أيضاً هناك صوت قوي في إطار الشراعات دولية دور الأمم المتحدة دور المجتمع الدولي دور مجلس الأمن ودور الأليات العربية كذلك القائمة بالنسبة للقضية الفلسطينية اللجنة الوزرية موضوع الاعتراف في فلسطين تم النهاردة أيضاً تكليف وزراء الخارجية بالتحرك في هذا الموضوع فحصل حقيقة زخم في موضوع القضية الفلسطينية بما في ذلك موضوع المؤتمر الدولي الجامع أو الشامل للنظر في القضية وتوصل إلى حل قائم على حل الدولي الجامع